حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس بن عائذ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة وحبشي ممسك بخطامها حدثنا سريج بن يونس بن كفاية حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائذ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حمراء وعبد حبشي ممسك بخطامها